موسيقى أحب أحكي الأردن لا يخفى على أحد حاجة للمياه ولكن أسباب الحاجة ومصادر التزويد التي يبحث عنها لم تبذل الحكومة فيها الجهد المطلوب يعني الحكومة كما تستسهل جيب المواطن استسهلت الذهاب إلى مياه البحر المتوسط يا سيدي لا يخفى على أي متابع للشأن المائي بالأردن أن محافظات الشمال ازداد الطلب على المياه أربعين بالمية بسبب اللجوء السوري نحن على أرض المملكة مليور نص لاجئ سوري يا أخي على أقل رجيب ميتهم من سوريا والله إحنا رفعناهم عن عاتق النظام السوري وإحنا بلشنا بكل شي وين الاستحقاق الأردني على المجتمع الدولي نحن الآن في ضائقة لا أنكر نحن في ضائقة مائية لكن احنا تحملنا اللعب الأكبر بالنجوء السوري مع شو احنا تعرف مواطننا الأردني يعني ما بدي أوصفه بأوصافه 90 متر مكعب حسط الفرد خط الفقر المائي 500 متر مكعب يعني احنا عايشين كفافة خبزة يومنا بالموضوع المائي إذن كان الأحرى بالمفاوض الأردني والحكومة الأردنية والدبلوماسية الأردنية أن تحصل على حصتنا من نهر الياربوك وأن تحصل على حصتنا في سد الوحدة وأن يكون حتى الحصص التي متفق عليها مع النظام السوري يجب أن تتضاعف لوجود السوريين على أرض المملكة هذا كان أحد المخارج أنك تروح تجيب مي أنت تحكي اليوم دولة الرئيس يحكي إحنا ما عناه إشي مخبة شو سويت ملف في السوري؟ هل حدث نقاش مع النظام السوري بموضوع المياه؟ حطنا بالصورة دولة أبو هاني ما أنت تقول إحنا ما عناه إشي مخبة؟ إذن أنت أغفلت هذا الملف كله وفورا رحت على الملف مع الكيان الصحيوني إذن من حقنا كنواب ومن حق المواطن الأردني أن يتساءل هل إنت أعملت درسك صح؟ تعال بعطيك نقطة ثانية غير اللجوء السوري نسبة الفاقد في الشبكات نقل المياه للمواطنين بالأردن تتعدل 45% وتصل إلى 48% يعني أنت إذا جبت الميتين مليون متر مكعد وضخيت في الشبكة الأردنية في مية رايحات ما بين فاقد واهتراء الشبكات وبين الصريقات طيب سيطر لي على هالبدين خصص جزء من المنح التي تأتي إلى المملكة سنويا لإصلاح الشبكات طيب أنت إذا بتقول لي أنا 50% من ميتي راح أهدر إذن أنا لو رحت على إصلاح هذا الملف من 15-20 سنة عملت له برنامج ونحن نعلم منذ نعومة أظفارنا ونحن نسمع أن الأردن من أفقر 10 دول بالعالم مائيا إذن كان يجب أن يكون هناك بعد استراتيجي لهذا الموضوع